إخراج إيران من سوريا يشكل إحدى أهم أولويات الولايات المتحدة في المنطقة هذا ما صرح به المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيميس جيفري خلال مقابلة له على إحدى شبكات الإعلام جيفري قال إن الهدف من وجود القوات الأمريكية في سوريا هو هزيمة تنظيم داعش الإرهابي مشيرا أن واشنطن تمارس ضغوطا مكثفة لحمل إيران والفصائل المسلحة التابعة لها للخروج من سوريا معتبرا أنه يمكن إجبار القوات الأجنبية وخاصة الإيرانية منها مغادرة الأراضي السورية أو إيجاد طرق أخرى لفعل هذا الأمر مشددا على أن هذا هو الهدف الأساسي من وراء سياسة واشنطن في المنطقة وأردف جيفري أن واشنطن فرضت عقوبات على طهران وتعمل مع المنظمة الدولية للتأكد من أن مساعدات الأعمار لا تذهب إلى مناطق النظام السوري إلى أن يساهم النظام ويتعاون مع الجهود الدولية لإنهاء النزاع وإزالة العقبات أمام السلام مثل وجود قوات إيرانية من جانبي قال وزير الدفاع الأمريكي جيميس ماتيس أن تعقيدات عدة تعترض استقرار منطقة الشرق الأوسط منها النزاع السوري وفيما يخص النزاع السوري والمهمة الأمريكية هناك قال الوزير أن واشنطن لم تحدد موعدا زمنيا لإنهاء عملياتها هناك معتبرا أن التحرير آخر معاقل تنظيم داعش معقد للغاية ماتيس أضاف أن الجانب الأمريكي طلب من قوات سوريا الديمقراطية التركيز على محاربة داعش في وسط وادي الفرات مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ستنشر أجهزة مراقبة بالتنسيق مع الجانب التركي لمراقبة الحدود الشمالية في سوريا شرقت شرقت شرقت